الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يغدل فلا خالي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَلَهُ صدق الله رسول الله فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ Muhterem Müslümanlar Bir Mevlid-i Nebi gecesini daha geride bıraktık Mevlid-i Nebi'yi içine alan haftayı ise bu yıl Peygamberimiz ve vefa toplumu temasıyla idrak etmeye devam ediyoruz Geliniz bugünkü hutbemizde alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin hayatından vefa örneklerini yeniden hatırlayalım Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce Rabbine karşı vefalıydı nitekim o Cenab-ı Hakk'a kulluk ve itaatten sadakat ve teslimiyetten bir an olsun ayrılmadı değerli cemaatimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara karşı da vefalıydı o öylesine vefalıydı ki ömrü boyunca insanların dünyada ve ahirette huzura ermeleri için çırpınmıştı Peygamberimiz ailesine karşı da vefalıydı Mekke'nin fethedileceği gün çadırını Hazreti Hatice validemizin kabrine yakın bir yere kurdurarak en zor zamanlarında kendisine destek olan sevgili eşine ne zaman yanına gelse sevinçle ayağa kalkarak kalkarak da kızı Hazreti Fatıma'ya olan vefasını göstermişti Rahmet Peygamberi anne ve babaya vefa gösterilmesine ise ayrı bir değer vermişti Aziz Müslümanlar Resul-i Ekrem ahdine vefa gösterir verdiği sözü muhakkak yerine getirirdi bir hadisinde ahde vefanın önemini şöyle anlatmıştı Emanete riayet etmeyenin imanı olgunlaşmamıştır ahde vefa göstermeyenin ise dini kemale ermemiştir İki cihan serveri Peygamberimiz aynı zamanda çevreye hayvanlara da vefalıydı Değerli müminler vefalı olmak imandandır ve müminin şanındandır O halde bugün bize düşen ümmeti olmakla şeref bulduğumuz sevgili Peygamberimiz gibi vefalı olmaktır Müminler emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler Ayetini hayatımıza taşımaktır Unutmayalım ki Rabbimize, insanlara, ailemize, çevreye ve ahdimize vefa göstermek bizi Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşturacak dünya ve ahiret saadetini kazanmamıza vesile olacaktır أيها المؤمنون الكرام لقد تركنا خلفنا ليلة مولدٍ نبويٍ أخرى كما أننا نواصل هذا العام المرور في الأسبوع الذي يضمُّ ليلة المولد النبوي تحت عنوان رسولنا ومجتمع الوفاء فَتَعَالَوْا بِنَا فِي خُطْبَتِنَا لِهَذَا الْيَوْمِ نَسْتَذْكِرُ مِنْ جَدِيدٍ أَمْثِلَةَ الْوَفَاءِ مِنْ حَيَاةِ رَسُولِنَا الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الَّذِي أُرْسِلَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أيها المؤمنون الأعزاء لقد كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أولاً وفياً لربه عز وجل فهو عليه السلام لم يحِد لحظةً واحدةً عن العبودية والطاعة والإخلاص والامتثال للحق سبحانه وتعالى لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفياً تجاه الناس فقد كان عليه السلام وفياً لدرجة أنه كان طيلة عمره يصارع من أجل أن يبلغ الناس الطمأنية في الدنيا والآخرة أيها المؤمنون الأفاضي كذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وفياً لأسرته إظهار الوفاء للأم والأبي فقد أعطاه رسول الله رحمة صلى الله عليه وسلم قيمةً مختلفةً أيها المسلمون الأعزاء لقد كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وفياً لعهده وكان قطعاً يفي بما أعطى من وعودٍ وقد بيَّن أهمية الوفاء بالعهد في حديثٍ له بقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن عهد له لقد كان سيِّد الدارين رسولنا صلى الله عليه وسلم وفياً للبيئة كذلك أيها المسلمون الأفاضي إن التحلِّي بالوفاء هو من الإيمان وهو رفعةٌ للمؤمنين لذا فإن ما يقع على كاهلنا اليوم هو التحلِّي بالوفاء مثل رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي تشرفنا بكوننا من أمته وهو القيام بنقل وعكس الآية الكريمة القائلة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إلى حياتنا ولا ينبغي أن ننسى بأن وفاءنا تجاه ربنا وتجاه الناس وأسرنا وللبيئة ولعهورنا من شأنه أن يُقرِّبنا من رِضَى الحق سبحانه وتعالى وأن يكون وسيلةً لنيلنا سعادة الدنيا والآخرة ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قلئ القرآن فاسلمعوا له فانصِتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد للكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيماً لنبيه وتكريماً للصفيه فقال عز وجل من غائل مخبراً وآمراً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صل على محمد وعلى المحمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى المحمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله اُسِيْكُمْ مِتَقْوَ اللّٰهِ وَطَاعَةِ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ مِلْ عَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ اِذِّ الْقُرْبَى وَيَنْهَا عِلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَعِذُكُمْ لَعَنَّكُمْ تَذَكَّرُونَ شüphesiz ki Allah adaleti iyiliği, akrabaya bakmayı emreder. Çirkinliği, fenalı ve kötülüğü de yasaklar. O düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt verir.